كريمة تسأل عن العاطس إذا كان في برنامج مباشر وعطس وحمد الله هل نشمته أختي كريمة بارك الله فيك من السنة تشميت العاطس وهذا حق للمسلم على أخي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست وذكر منها إذا عطس فحمد الله فشمته وبالنسبة للبرامج المباشرة يكون العاطس قد عطس على الهواء مباشرة فمن حقه أن يشمت وإذا شمته واحد يعني أدى الحق عن الجميع إذا شمته واحد أدى الحق عن الجميع بشرط أن يحمد الله فإذا عطس على الهواء مباشرة ثم حمد الله سبحانه وتعالى فإن الذين يتابعونه ويستمعون إليه يقولون له يرحمك الله يرحمك الله بارك الله فيك